السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات العديد من الأشخاص لا يتناولون ما يكفيهم من المجنيزيوم سواء من خلال الطعام أو كمكمل غذائي المجنيزيوم معدن هام جدا للجسم هو يعمل كمضاد أكسدي ومضاد التهاب ومسكين ألم يستخدمه جسمك في أكثر من 300 عملية كيميائية مختلفة فيتامين دال لا يعمل بدون مجنيزيوم ويمكن أن تصاب بتسمم بالكالسيوم إذا لم تتناول المجنيزيوم عدم تناولك لحاشتك من المجنيزيوم وعدم وجود ما يكفي جسمك من المجنيزيوم سيعرضك لتعب وإجهاد وغثيان وقلق وتشنج عضلات وممكن خمول الغد الدرقي وزيادة وزن وفقدان شعر بسبب مشاكل الغد الدرقي الناتج عن نقص المجنيزيوم وصداع وصداع نصفي حتى أنك ممكن تتعرض لالتهابات متكررة ونقص مناعة إذن هذه هي أعراض نقص المجنيزيوم بديرد بجملتين على أحد التعليقات حول علاقة المجنيزيوم بالغلوتاثايون وهرمون الكورتيزول جوابي المجنيزيوم هام بإنتاج الغلوتاثايون الذي يساعد في الحفاظ على صحة خلاياك ويمنع الإجهاد التأكسدي والمجنيزيوم هام لتنظيم هرمون الكورتيزول وعمليات الاستقلاب أو الأيض في الجسم طيب كيف يمكن أن نتخلص من مشكلة نقص المجنيزيوم باستخدام المكملات الغذائية؟ اليوم سأجيب بالتفصيل عن هذا الموضوع الهام فهناك الكثير من الخيارات والأنواع والأشكال لمكمل المجنيزيوم وهالأنواع المختلفة لا تعمل بشكل فعال مع جميع الحالات الصحية فعلى سبيل المثال علاج نقص المجنيزيوم لتحسين وظائف وصحة الدماغ يختلف بتركيبه عن المجنيزيوم الذي يوصف لعلاج حالات الإمساك أو المجنيزيوم الذي يوصف لعلاج حالات القلق والتعب وعدم القدرة على النوم طيب ما هي أفضل أنواع وأشكال المجنيزيوم؟ وكيف يستخدم كل شكل من أشكال المجنيزيوم بناء على الأعراض التي تعاني منها؟ فكل عراض أو شكوة صحية يناسبها نوع من أنواع المجنيزيوم يجب أن تعلم أن المجنيزيوم لوحده يتم امتصاصه بشكل سيء لذلك كل نوع من أنواع المجنيزيوم مرتبط بمركب آخر يساعد على امتصاص المجنيزيوم النوع الأول اسمه مجنيزيوم أوكسايد أو أوكسيد المجنيزيوم هذا النوع مرتبط بحمض عضوي أو حمض دهني ويعتبر هذا النوع من أرخص أنواع المجنيزيوم وأسوأها أنصح بعدم شراءه وتناوله وللأسف هو الأكثر تواجدا في الصيدليات وفي المكملات الغذائية رخيصة السمن وقليلة الجودة والتأثير ويمكن استخدام مجنيزيوم أوكسايد لعلاج الإمساك لكنه لن يحسن مستوى المجنيزيوم في جسمك ولن يخلصك من أعراض نقصه الجرعة اليومية 400 ميلي جرام يوميا لذلك لعلاج أعراض نقص المجنيزيوم أنصحك بشراء أنواع وأشكال أخرى أفضل بكثير سأتحدث عنها بعد قليل النوع الثاني مجنيزيوم أوروتيت هذا النوع من المجنيزيوم لا يذوب في الماء لذلك هو غير مجدي كثيرا في علاج الإمساك لكنه يساعد في تحسين إنتاج الطاقة داخل خلايا جسمك وهذا ما يجعله غالي الثمن إذن هو مفيد في دعم أنسجة الجسم ذات الطاقة العالية وتحسين الأداء الرياضي والعضلي ودعم صحة القلب وتحسين مستوى ضغط الدم جرعة مجنيزيوم أوروتيت هي 300 إلى 400 ميلي جرام يوميا النوع الثالث مجنيزيوم سيتريت هذا المجنيزيوم مرتبط بحمض سيتريك أو سيتريك أسد مجنيزيوم سيتريت يوصف كملين جيد في حالات الإمساك والمجنيزيوم يبقى داخل الأمعاء فيسحب الماء عن طريق التأثير الأسموزي وبالتالي يعالج الإمساك وأيضا يرفع مستوى المجنيزيوم في جسمك ويعالج نقص المجنيزيوم عندك جرعة مجنيزيوم سيتريت بين 250 ميلي جرام حتى 1000 ميلي جرام بعض الأشخاص يحتاجون حتى 2000 ميلي جرام للتخلص تماما من الإمساك بإمكانك رفع جرعة مجنيزيوم سيتريت تدريجيا حتى يصبح الخروج لين وإذا أصبح الخروج لين جدا أو مائي فيمكن تخفيض الجرعة طبعا لا خوف من رفع الجرعة فتناولك لكمية كبيرة منه سيؤدي إلى خروجه من الجسم مع الفضلات الطعامية النوع الرابع مجنيزيوم غلايسينيت وهو أفضل أنواع المجنيزيوم والمجنيزيوم بهالنوع مرتبط بالغلايسين اللي بيلعب دورهام بامتصاص المجنيزيوم مجنيزيوم غلايسينيت هو أغلى ثمنا من أنواع المجنيزيوم الأخرى لكن هو أكثر فاعلية وأكثر جدوى ونتائج استعماله وتناوله تظهر بوضوح من حيث تحسين المجنيزيوم في الجسم وتحسين حالة جسمك بشكل عام مجنيزيوم غلايسينيت سيساعدك على التخلص من القلق والتوتر والاكتئاب والتشنج العضلي والإمساك وأيضا هو مفيد في أمراض الغدة الدرقية وهو خيار جيد للتخلص من عدم القدرة على النوم جرعة مجنيزيوم غلايسينيت هي 300 ميلي جرام لـ 400 ميلي جرام يوميا مساء قبل النوم النوع الخامس مجنيزيوم ماليت هذا النوع من المجنيزيوم مرتبط بحمض الماليك أو ماليك أسد الموجود بأنواع عديدة من الفواكه ووجود حمض الماليك يحسن من امتصاص المجنيزيوم ويؤدي إلى ارتفاع مستوى المجنيزيوم بالجسم ويزيد من مستويات الطاقة مجنيزيوم ماليت مفيد بعلاج التعب والوهن وجفاف الفم والقلق والتوتر وحالات الألم والتشنجات العضلية جرعة مجنيزيوم ماليت هي 300 ميلي جرام لـ 400 ميلي جرام يوميا ويفضل تناوله قبل النوم طبعا لا مشكلة إذا تم تناوله بعد الغداء لكن بشكل عام تناول المجنيزيوم يشارك بالارتخاء والميل للنوم النوع السادس سيكروسوميو مجنيزيوم ويعتبر هذا النوع من المجنيزيوم غالي الثمن وهو عالي الامتصاص ويعتبر من أفضل أنواع المجنيزيوم لتحسين الأداء الرياضي والعضلي وتحسين ضغط الدم والتخلص من القلق والتوتر والاكتئاب وعلاج الصداع وأيضا علاج الصداع النصفي ودعم صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة العظام كما أنه مفيد لمريض السكري جرعة سيكروسوميو مجنيزيوم هي 200 إلى 300 ميلي جرام يوميا يعني جرعة 250 ميلي جرام يوميا جيدة ومناسبة فهو عالي الامتصاص لذلك هذه الجرعة كاري أنا شخصيا أجد أن مجنيزيوم غلايسينيت أو مجنيزيوم سيتريت هما النوعين أو الشكلين الأفضل من المجنيزيوم فامتصاصهما جيد جدا وفوائدهما كبيرة وسعرهما مقبول طيب وصلنا لفقرة الأطعمة الغنية بالمجنيزيوم بذور اليقطين بذور الشيئة اللوز السبانيخ الكاجو الفول السوداني زبدة الفول السوداني الرز البني البطاطس المشوية هذه الأطعمة غنية بالمجنيزيوم لكن أفضلها بذور اليقطين وبذور الشيئة واللوز فبإمكانك الحصول على ما يحتاجه جسمك يوميا بتناول ملعقة كبيرة من بذور الشيئة أو بذور اليقطين أو حوالي 7 إلى 10 حبات لوز وأيضا السبانة غنية بالماجنزيوم لكن لا ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بولية ورمال بولية فهي غنية بالأجزالات عندما تجد نفسك لم تحصل على 300 إلى 400 ميلي جرام من الماجنزيوم يعني لم تتناول حاشتك اليومية من الماجنزيوم فبإمكانك تناول حبة ماجنزيوم غلايسينيت بجرعة 300 ميلي جرام إلى 400 ميلي جرام باليوم أحبائي شكر كبير لكل متابع غالي دعم قناتي بميزة شكرا وشكر كبير للأحبي اللي ينضموا للقناة وأصبحوا شركاء داعمين لقناتي وعم يتواصلوا معي عبر الواتس أب والأحبي اللي عم يسألوا عن كيف ممكن يتواصلوا معي عبر الواتس أب وشو هو رقم الواتس أب ورقم الهاتف ما في غير طريقة واحدة هي الضغط على زر الانضمام واختيار مستوى بالانضمام بعد الانضمام في مستويات عدة مستويات اختار مستوى فيه واتس أب بعد اختيارك لهالمستوى سيكون متاح التواصل عبر واتس أب تابعوني دائما نكونوا بخير بإذن الله بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبي بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة